بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبو القاسم المحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجيك الكريم دخلنا في الجزء الثالث والمهم من الصناعات الخمسة ومن علم المنطق وقلنا أن هذا القسم وهذا الجزء هو ثمرة التي نترجاها من هذه الدروس التي مرت الآن تقريبا ثمانين درس هذه الثمانين درس ثمرتها تظهر هنا في هذا الجزء في هذه الأربعين درس أو ثلاثين درس حسب الوقت المطلوب لها وقلنا أنه بالنسبة إلى هذا الجزء هو مادة المجهول التصديقي كما أشرناه يبدأ الشيخ المضفر رحمة الله عليه تبعا لكباقي الحكماء بذكر مبادئ الأقيسة التي قلناها والتي أشرنا إليها وهنا سوف نتعرض إلى بعض هذه المبادئ أو نتعرض لها كلها بنحو ليس مفصل ولا مجمل ولكن بنحو يفهم الطالب ما هو المراد من هذه المبادئ حتى لا ينخدع ولا يستطيع المغالط أن يغالطه وأن يستخدم قضايا في غير ما وضعت له أول مبدأ من مبادئ الأقيسة نأخذه في هذا الدرس نأخذ بعض أو كلها حسب الوقت هو اليقينيات هذه اليقين نحن ذكرنا فيه الجزء الأول عندنا معاني اليقين وقلنا أن اليقين معنيان المعنى الأول والأعام هو مطلق الاعتقاد الجازم والثاني هو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض ولا يكون عن تقليد هذا بالمعنى الأخص طبعا وحينما نريد باليقين هنا في هذا القسم في هذا المبدأ ما هو المراد؟ المراد من اليقين هنا هو اليقين بالمعنى الأخص الذي هو مطابق 100% ثابت لا عن تقليد هذه الأربع صفات الموجودة بهذا اليقين التي يشترط توفرها في هذه القضايا في هذا المبدأ من القضايا وهي اليقينيات يوضح الشيخ رحمة الله عليه في هذه المسألة ويقول نحن عندنا باليقين عندنا يتقوم هذا اليقين عنصرين اليقين الأول هو أنه الشخص يعتقد بمضمون القضية اعتقادا جازما يعني يعتقد بأنه هذه القضية لا يمكن أن تنقض يعني 100% هذه قضية اعتقاد 100% هذا بالنسبة إلى اليقين الأول أو العنصر الأول والثاني أن يكون هذا لا يمكن أن يزول هذا الاعتقاد لا يمكن أن يزول ومعنى ذلك عدم إمكان زواله ماذا كيف تحلف أنه هذا لا يمكن أن يزول عن هذا إذا حصل لك العلم أن هذا اليقين جاء نتيجة العلة يعني أنت تقسم مثلا بأن الحديدة يتمدد بالحرارة هذا عندك يقين به نعم عندك يقين به من أين أتاك هذا اليقين أتاني هذا اليقين عن طريق معرفة سبب سبب التمدد هو الوجود الحرارة فتقطع وتجزم يقينا بأن هذا اليقين لا يمكن أن يزول لماذا؟ لأنه ناتج عن أسباب وهذا الشرط الثاني الذي هو محل الافتراق بين الشخص المقلد والغير مقلد لماذا؟ لأن المقلد يعتقد باعتقاد جازم يعني يعلم مئة بالمئة بأن هذا الشيء أو هذا الأمر الذي أبلغه به من يثق به أنه هذا الشيء مطابق للواقع مئة بالمئة جيد ولكن لا يوجد عنده الاعتقاد الثاني ما هو الاعتقاد الثاني؟ الاعتقاد الثاني أنه لا يمكن أن يزول لماذا؟ لأنه هو تعبدا مثلا أو هو تسليما واعتقادا بهذا الشخص سلم بقوله ولكن لم تحصل له هذه المسألة بحيث يصل إلى درجة بأن هذا اليقين لا يمكن أن يزول لأنه أخذه تقليدان وهذا أيضا بسبب أنه هل هذا الاعتقاد حاضر لدى العقل أو غائب عنه؟ لذلك تنقسم هذه اليقينيات إلى أي شيء؟ إلى بديهية وكسبية البديهية هي التي تكون حاضرة عند العقل العقل يتأمل وينظر فيها مجرد النظر إلى طرفي القضية أو نظر إلى النسبة بينهما العقل هنا أولا يقطع بها ثانيا لا يقول بأنه يمتنع زوال هذا اليقين عنه فيكون ثابت ولا عن تقليد فهذه البديهيات بحكم الاستقراء هي تنقسم إلى ستة أقسام القسم الأول هو الأوليات والثاني المشاهدات والثالث التجريبيات والرابع المتواترات والحجسيات والفطريات هذه الأقسام الستة هذه استقرائية ما معنى الاستقراء؟ نحن استقرينا الأمور اليقينية الموجودة عندنا حينما استقريناها وجدناها لا تخرج عن هذه المسائل سؤال هل يمكن أن تأتي أمور يقينية أخرى غير هذه الأمور؟ الله أعلم لم يصل عندنا يقين بالمعنى الأخاص بأنه محصورة في هذه الستة نحول بحكم الاستقراء حسب ما يقول الشيخ رحمه الله جيد نطبق الآن هذا اليقين ثم نأخذ هذه القضايا البديهية الستة نأخذ ما استطعنا أن نأخذه في هذا الدرس يقول اليقينيات تقدم في أول الجزء الأول صفحة 12 من هذا الكتاب لأن اختلاف النسخ وأنا أدرسكم حسب ما هو مذكور وما هو متفق عليه وما هو مكتوب عندكم بأن هذه النسخة الطبع الفلانية حتى إذا كان عندنا تصحيحات إذا كان عندنا بداية الدرس نهاية الدرس نحتمد على هذه النسخة جيد تقدم في أول الجزء الأول صفحة 12 أن لليقين معنيين ما هو ما شيخنا يقول اليقين بالمعنى الأعام ما هو وهو مطلق الاعتقاد الجازم اعتقاد جازم مطلق تعتقد اعتقاد جازم تحلف بأنه هذا هو مطابق للواقع جيد واليقين بالمعنى الأخاص هذا المعنى الثاني ما هو وهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض لا عن تقليد بأربع أركان أول شيء اعتقاد ثانيا مطابق للواقع ثالثا لا عن تقليد رابعا لا يحتمل النقيض شيخنا وأي معنى تقصدونه هنا في هذا المبحث يقول والمقصود باليقين هنا هو هذا المعنى الأخير أي معنى الأخير هو الاعتقاد اليقين بالمعنى الأخاص مع هذه الأركان الأربع جيد فلا يشمل الجهل المركب نأتي إلى جهل المركب دعونا نقسم الجهل المركب جهل المركب اعتقاد لو معتقاد اعتقاد مئة بالمئة مثل هذا الشخص الذي يعتقد بأنه هذا التمثال هو الذي خلقه هذا عنده يقين أم لا نعم عنده يقين يحلف يحلف بآلهته أنه هذا هو الذي خلقه بحيث لا يوجد عنده طرف آخر بل هو يقين مئة بالمئة جيد ولكن هل هو مطابق للواقع لا هل هو لا يحتمل النقيد لا هل هو لا عن تقليد أيضا لا فيكون يقين بالمعنى الأعمى جيد ولا الظن لماذا لا الظن لأنه الظن قطعا يحتمل الطرف الآخر يعني 80% مثلا أو 95% فيبقى احتمال وجود الطرف الآخر موجود فإذا لم يحصل عنده يقين 100% ولا التقليد لماذا لا التقليد لأن التقليد أخذ هذا القول وإن كان مطابقا وإن كان يقينا وإن كان لا يحتمل النقيد ولكنه أخذه عن تقليد يعني لم يعرفه عن علاله وعن أسبابه وإن كان معه جاز هذا يقين توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخاص يتقوم من عنصرين الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثاني إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل بالفعل يعني معك موجود بالقوة القريبة من الفعل يعني حينما تفكر فقد تتأمل يحصل لك هذه المسألة واضح لما يقول بالفعل يعني وياك موجود تعرف ملتفت إلى هذه المسألة أما بالقوة القريبة من الفعل يعني حينما تتأمل شوية تلاحظ أنه هذا موجود أن ذلك المعتقد به لا يمكن ماذا؟ لا يمكن نقضه لا يمكن أن تنقض هذا الشيء المعتقد به وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما أي اليقين بالمعنى الأعام فإذن حتى بالنسبة إلى هذا إلى هذا الأساس وإلى هذه الصورة حتى الجهل المركب يكون خارج من هذه المسألة جيد والثاني أن يكون يعني العنصر الثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله مو لا تحتمل نقيضة لأن مرة أنا لا أحتمل نقيضة ولكن يأتيني شخص أثق به أيضا مثلا أو أثقت به نتيجة لمقدمات خاطئة فزعزع هذا الشكل عندي فأوجد لي يقين آخر هنا الصار عندي هذا نزال هو صح ذلك لا يمكن أن يحتمل نقيضة ولكنه قابل للزوال متى لا يكون قابل للزوال حينما تعرفه على أصوله من أسسه وإنما يكون كذلك يعني لا يمكن زواله إذا كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له فلا يمكن انفكاكه عنها لا يمكن أن تنفك هذه العلة عن هذا المعلوم وبهذا يفترق عن التقليد لماذا؟ لأنه إن كان معه اعتقاد ثان فإن هذا الاعتقاد يمكن زواله لأنه ليس عن علة توجبه بنفسه هذا محصل لك نتيجة لوجوب بنفسه لا بل ثقة بالغير بل إنما هو من جهة التبعية للغير ثقة به وإيمانا بقوله ثقة به وإيمانا بقوله فيمكن فرضو زواله ما دمت لم تأخذه عن الأمور عن الأسباب بأسبابها فهنا قابل لأي شيء للتزلزل فلذلك عندنا في أصولنا في أصول الاعتقاد لا بد أن يكون عن يقين عن برهان لماذا؟ حتى لا يزول لأنه إذا قلدتني مثلا أنا في مسألتي وجود الله تبارك وتعالى أنا باتشر عقبة انحرفت نسأل الله حسن العاقبة فإذا هكذا فأنت هل تنحرف فإذا لا بد للشخص أن يكون عنده اعتقاد هذا الاعتقاد ناتج عن وجود برهان يقيني هذا البرهان يوصل على اليقين فلا تكون مقارنة فلا تكون مقارنة الاعتقاد الثاني للأول واجبة في نفس الأمر بعد مواجبة في نفس الأمر بل يمكن أن تزول ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد كيف اعتقدت بهذه المسألة هل اعتقدت مباشرة أم اعتقدت بالدليل من كونه حاضرا لدى العقل أو غائبا يحتاج إلى الكسب تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية ما هي البديهية هذه الحاضرة عند العقل وياك دائما ونظرية كسبية تنتهي لا محالة إلى البديهيات يعني الأمور الكسبية الأمور النظرية إذا لم تنتهي إلى بديهية لا يمكن أن يحصل يقين بها ولا يمكن حصول العلم أصلا ميقين بها فالبديهيات إذن هي أصول اليقينيات فإذا كل من القضايا النظرية أم البديهية فترجع إلى قضايا بديهية يعني البديهية هي بديهية بنفسها والنظرية لابد أن ترجع إلى بديهية يقول فالبديهيات إذن هي أصول اليقينيات وهي يعني البديهيات على ستة أنواع بحكم الاستقراء هذا الاستقراء الموجود عندنا استقرأينا أوليات مشاهدات تجريبيات متواترات وحجسيات وفطريات هذه ستة أقسام من البديهيات جيد أول ما يدخل الشيخ رحمه الله يدخل في مبحث الأوليات لأنها من الأمور المهمة هذه أمور مهمة جدا ما هي الأوليات الأوليات هي القضايا العقل يصدق بها لذاتها يعني العقل حينما يلحظ هذه القضية بغض النظر عن غيره فقط ينظر إلى هذه القضية قطعا يحكم بصحتها يعني لا يحتاج إلى سبب خارج عنها بل أنه فقط يتصور الموضوع ويتصور المحمول هو يحكم ويجزم بهذه المسألة وتحصل عنده هنا يقين بالمعنى الأخاص مثل أي شيء مثل الكل أعظمه من من جزئه من الجوز جيد حينما ننظر إلى هذه القضية عندك هذا الكتاب هذا الكتاب كل زين وهذه الورقة جوز فالعقل ماذا يقول يقول قطعا هذا الكل هو أكبر من الجوز هذا حتى الطفل الصغير عندما تعطيه تفاحة وتعطيه نصف هذه التفاحة يعني عندك تفاحة وعندك نصف من هذه التفاحة تقول له هاك فضل وإذا يقبل نصف تفاحة يأخذ الكبيرة لماذا لا اعتقاده بأن الكل أعظم من جزئه أو من الجوز بعد النقيضان لا يجتمعان ما هم النقيضان لا يجتمعان هذا الكتاب مستحيل أن يكون موجود وغير موجود في نفس الوقت مستحيل أن لا يكون موجودا ويكون موجودا في نفس الوقت واضح؟ هذا اجتماع النقيضان هذا العقل مباشرة حينما يتأمل فيها وينظر إلى هذه القضية يحس بها لذلك حتى الطفل البسيط الصغير الذي هو في يشرب الحليب مثلا حينما يلاحظ أن أمه موجودة يسكت لأنه يحس بوجودها وحينما تنصرف عنه يبكي إذن هو يحس بأن هناك فرق بين وجودها وعدم وجودها لذلك بعض المشاغبات التي تحصل نتيجة لهذا الأمر هذا أمر مغالطي يعني يغالط هذا الشخص نتيجة لبعض الأهداف المعرفية والأهداف السياسية والاجتماعية وغيرها فيكون صفصطائي نعم ولكن بعض هذه الأوليات هي واضحة ولكن البعض الآخر تحتاج إلى أي شيء تحتاج إلى تأمل تحتاج إلى بيان هنا الشيخ رحمه الله يذكر مثالا لهذه المسألة أنه مثال الوجود موجود الوجود موجود ما هو الوجود موجود؟ هذه قضية بسيطة حينما نقول مثلا الطعام مالح فنعرف أن علة هذا الطعام كون مالح وجود الملح فيه جيد لكن حينما نقول الملح مالح هنا الملح مالح بعد لا يسأل لماذا هذا الملح مالح؟ لأنه مالح بعد من ذاتياته جيد الكتاب أبيض أو العمامة بيضاء لماذا بيضاء؟ لوجود اللون الأبيض فيها جيد البيض أبيض هذا أيضا نفس الحالة هنا من هذه المسألة هذا المسألة اللي واضحة البديهية الوجود موجود زين الوجود موجود هل الوجود شيء ثبت له الوجود؟ زين إذا هذا شيء ثبت له الوجود زين هذا الشيء الذي ثبت له الوجود موجود لا لا أيضا موجود فإذا كان موجود فهو شيء ثبت له الوجود زين هذا الشيء الثالث أيضا موجود لا لا موجود فشيء ثبت له الوجه هكذا تسلسل وتسلسل باطل فيقول أنه في هذه المسألة هناك عدم ملاحظة هذه المسألة والغفلة عن معنى الموجود نطبق هذا المثال هنا المذكور ونبين ما ذاكره الشيخ رحمه الله يقول الأوليات أولا الأوليات إذن هذا القسم الأول من أقسام البديهيات هو الأوليات وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها يعني شنو لذاتها؟ أي بدون سبب خارج عن ذاتها بأن يكون تصور طرفين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما كافيا في الحكم والجزم بصدق القضيها مع توجه النفس بعض الأحيان الإنسان غير متوجه ويحكم فإذا وصل إلى هذه المرحلة فمعنى ذلك المشكلة ليس في القضية المشكلة فيه في نفسه إذن لا بد أن تتوجه النفس جيد فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضية يعني الطرفين على حقيقتها وقع له التصديق بها فورا عندما يكون متوجها لها فقط يتوجه لها فهنا يقطع وهذا مثل قولنا الكل أعظم من الجوز والنقيضان لا يجتمعان وهذه الأوليات منها ما هو جلي عند الجميع إذ يكون تصور الحدود حاصلا لهم جميعا كالمثالين المتقدمين ومع هذا نقول له شيخنا حتى هذه في بعضها أيضا أنكرت من قبل بعض الصفستائيين ومنها ما هو خفي عند بعض هناك بعض الأمور خفية لوقوع الالتباس في تصور الحدود ومتى ما زال الالتباس بادر العقل إلى الاعتقاد الجازم ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إضاحه وهو قولهم الوجود موجود فإن بعض الباحثين اشتبه عليه معنى موجود إذ يتصور أن معناه أنه شيء له الوجود هذا شيء له الوجود فقال لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود وإلا لكان للوجود وجود آخر وهذا الآخر أيضا موجود فيلزم أن يكون له وجود ثالث وهكذا فيتسلسل إلى غير النهاية ولأجله أنكر هذا القائل أصالة الوجود وذهب إلى أصالة المائية طبعا هذا البحث ليس محله هنا وقد يذكر الشيخ هنا بعض الأمور ولكن نقول أنه للطالب الرجوع إلى مظاني هذه المطالب في الكتب الفلسفية ويرى أنه ما هو سبب إنكار الوجود وغير ذلك فهذا بحثه ليس هنا ولكن الشيخ ذكره هنا فنحن نحترم رأيه ولكن هناك بعض الآراء المناقضة لهذا القول والتي لا تقول أنه على العكس من ذلك بل هناك خلط وقع عند البعض في هذه المسألة فإذن نحن نمشي ونقول أنه هذه القضية لا نأخذها هكذا نأخذها بقدر ما هي للمثال كمثال صحيح أما النتيجة لا النتيجة لا نقول عندنا آراء أخرى في هذه المسألة ولكن نقول إن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود فإنه قد يتضح للفظ موجود معنى آخر أوسع من الأول وهو المعنى المشترك الذي يشمله ويشمل معنى ثانية وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه بل كونه موجودا هو بعينه كونه وجودا طبعا هناك فقط إشكال فني على المصنف رحمة الله عليه أنه ذكر هذا المعنى وهذا المطلب في هذا الكتاب لو اكتفى بذكر الأول لكان أفضل مع الإشارة إلى أنه لابد للطالب أن يكون عنده سلامة الحواس وليس حواس سلامة الفهم يعني لا يوجد عنده متوجه النفس فكان أفضل يعني فقط إشكال فني وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه بل كونه موجودا هو بعينه كونه وجودا هذا مطلب فلسفي هذا مطلب فلسفي يحتاج إلى مقدمات وبما أن الطلب أكثرهم الآن يدرسون كتاب المنطق حتى يدخلوا في بعض العلوم فإذن هذا لم يدرسه الطالب حتى يستطيع أن يفهم شيخنا ما تقولون الآن لا أن له وجودا آخر وذلك بأن يكون معنى الوجود منتزعا من صميم ذات الوجود لا بإضافة وجود آخر زائدا عليه زائدا عليه مثل ما قلنا هذا البياض أبيض هذا يقول محمول من صميمة يعني مو شيء تبت له البياض لا هو من داخل البياض ننتزع هذا الحامل فإنه يقال مثلا الإنسان موجود وهو صحيح ولكن بإضافة الوجود إلى الإنسان يعني تقول الإنسان شيء ثابت له الوجود ويقال أيضا الوجود موجود وهو صحيح أيضا ولكن بنفسه يعني كما قلنا الطعام مالح والملح مالح الطعام مالح بغيره والملح مالح بنفسه ولكن بنفسه لا بإضافة وجود ثان إليه وهو حق بصدق الموجود عليه كما يقال الجسم أبيض بإضافة البياض إليه ويقال البياض أبيض ولكن بنفسه لا ببياض آخر وصدق الأبيض عليه أولى من صدقه على الجسم الذي صار أبيض بتوسط إضافة البياض إليه قطعا لأن هذا أمر ذاتي له والذاتي بعد هو يقوم ذي الذات فيكون أولى من غيره وعلى هذا يكون المشتق منتزعا من نفس الذات المتصفة بدلا من إضافة شيء خارج عنها إليه فتكون كلمة أبيض وكذلك كلمة موجود ونحوها معناها أعام مما كان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها الملاحظة عند الطلبة أن هذا المطلب سردته سردا لماذا؟ لأنه ليس بحثه هنا للأخوة إن شاء الله بعد أن يدرسوا المنطق ويدخلوا في بعض مباحث الفلسفة وغير ذلك يمكنهم بعد ذلك الرجوع إلى هذا المطلب والبت في هذه المسألة ومما كان منتزعا من نفس الذات التي هي نفس المبدأ فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة موجود لا يتردد في صحة حملها على الوجود بل يراه أولى في صدق الموجود عليه من غيره كما لم يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض ولا تحتاج مثل هذه القضية وهي الوجود موجود إلى برهان هذا محمول من صميمة من داخل الملح مالح لا يحتاج إلى برهان بل هي من الأوليات وإن بدت غير واضحة للعقل قبل تصور معنى موجود وصارت من أدق المباحث الفلسفية ويبتني عليها كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة إذن خلاصة هذا الدارس ذكرنا اليقينيات وقلنا يشترط فيها عنصرين ثم بعد ذلك ذكرنا أول يقينية وهو الأوليات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين موسيقى 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 موسيقى